اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة هذه الكوكبة التي أمرنا باتباعهم واتباع طريقهم قال ابن حزم الظاهري صاحب كتاب المحلى قال أهل السنة هم أهل الحق ومن عداهم فهم أهل البدعة يعني السنة تكون في مقابل البدعة أهل السنة هم أهل الحق ومن عداهم فهم أهل البدعة قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الظلال طريق الله واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبيل الله واحد الذي هو الإسلام وهو السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الحق وما عداه فهو باطل من البدع والمخالفات والخروج عن الصراط المستقيم ولذلك فإن الله عز وجل في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن أمر أن الله عز وجل بأن نسأله الهداية على صراطه المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذه الكوكبة التي أمرنا باتباعهم واتباع طريقهم صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين الذين انحرفوا عن الحق سواء أنهم عن علم أو عن جهل فالله أمرنا بأن لا نتبع طريق المغضوب عليهم أو الضالين فأبو محمد بن حزم وهو من علماء المغرب يقول أهل السنة هم أهل الحق ومن عداهم فهم أهل البدعة وأهل السنة هم الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك نهجهم من خيار التابعين ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلاً فجيل إلى يومنا هذا ومن اقتدى بهم من العوام حتى العوام الذين يقتدون بأهل العلماء وبأهل السنة فهم من أهل السنة الذين يقلدون أهل السنة من علماء السنة فهم يعتبرون من أهل السنة ومن اقتدى بهم من عوام المسلمين في شرق الأرض وغربها فهم من أهل السنة والجماعة شكرا